ومعايا دلوقتي أحد الشباب طلاب اللي رافقوا الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة أثناء تفقده عملية تفتيش الحرب اللي حصلت فيه قاعدة محمد نجيب النهاردة معايا محمد فاهمي طالب الفرقة التانية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية محمد مساء الخير مساء الخير وفضع عم أهلا بيك أهلا بحضر وقل لي بقى انطباعك النهاردة وانت بترافق الرئيس الجمهورية في تفتيش الحرب وفي تفقد القوات الموجودة في قاعدة محمد نجيب لا بالتأكيد طبعا احنا قد لأي حاجة بحب أشكر سيد رئيس عبدالفتاح السيسي لما مشاركته الدائمة والمستمرة لطلاب الجماعية والشابة المصري بالعموم في أي حدث منه حدثه بتواجد فيه وثانيا أشكر جميع قاعدة القوات المسلحة بالعموم وقاعدة قاعدة محمد نجيب بالأخص على تنظيم الزيارة القاعدة قاعدة محمد نجيب حرارة دا كانت احنا المهار دا رحنا كلنا أنا وزميلي حسنا بمدى فعلا فخر الجيش المصري مدى قوته وصلابته مدى ما هو عليه من أحبة الاستعداد لأي زار سطار بكم صلابته وعزمته وحماسه طبعا كان كم هائل من المدرعات والمعدات العسكرية عمتا شاملة كل شيء حفات طائرات هوات جوية كافة شيء توورا عن أي ذلك هو شعور بالفخر طبعا لمحني به كان معاك مين من زمائلك من أي كليات تانية أمحمد كان معنا كل كليات حضرات كان معنا زمائلين كلية الحقوق وكان معنا زمائلين كلية الأداب كان معنا زمائلين كلية الأداب كان وفدة كامل من جميع كليات جامعة اسكندرية أول مرة أمحمد تروح قاعدة عسكرية مش كده؟ آه أول مرة كنت متخيل أنها تكون بهذه الضخامة وبهذا الحجم؟ بالتأكيد طبعا كنت متخيل أنها تكون بهذا الحج ولكن الحقيقة غير ما تصورت تماما هي أكبر وشاملة كل شيء عما تصورت اتطمنت على جيشك؟ الحمد لله وما زلت مطمئن علي أنا أشكرك وأتمنى لك التوفيق محمد فهمي طالب في سنة ثانية حقوق جامعة اسكندرية اللي كان من ضمن مجموعة من الطلاب صلحابها الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة أثناء تفتيش الحرب في قاعدة محمد نجيب العسكرية